العبرة بالنتيجة والعبرة بالنهاية سماح عبد الرحمن مامة رهام حلم بكر وزوجة الفنان حلم بكر طبعا انتم معنا نبرح اشعاعات كتير وانتم جيتوا عليها ان الاستاذ مخطوف وان الاستاذ تعبان او بيتعذب تقريبا هنا في المستشفى احدى مستشفيات مدينة كفر سقر بمحافظة الشرقية توفى الموسيقار الفنان حلم بكر عن عمر يناهي 86 عام بعد ازمة صحية تعرض لها خلال الايام القليلة الماضية طبعا هو كان بيعاني من ازمة صحية على اسر تعرضه لمشكلات في القلب وقصور في الكلة طبعا كان بيعاني طبعا هو من امراض الشيخوخة الى جانب الامراض اللي ذكرناها مية على الرئة واحتباس المية في الجسد وطبعا قصور في الكلة وتوقفت حتى عضلة القلب في بعض المرات وتم نقله للمستشفى وتم التعامل معاه طبيا طبعا في احد المستشفىات في القاهرة كانت برفقته زوجته السازة سماح والد الترهام ابنته الوحيدة وبعدين كانت مقيمة رفقته هي والبنت بنته يعني وكان في حالة صحية متأخرة طبعا بعدها تحسن الفنان وبعدين بعد التحسن خرج من المستشفى وطبعا كان بيمر بحالة نفسية سيئة جدا انه كان بيعاني من مشكلات من ازمة نفسية بسبب طبعا اي حد مريض بيدخل المستشفى بيتعب وبيعاني من ده جدا جدا فده اللي حصل مع الفنان حلمي بكر رفض تماما دخوله المستشفى فكان كل ما بيمرض او بيتعرض لألم فكانت زوجته زي ما وضحت لنا في لقاء خاص قالت انه كان بيرفض تماما وكان بيستجير وبيقول بلاش المستشفيات خلوني اتعالج في البيت احنا دلوقتي قدام المستشفى المستشفى اللي توفى فيها الفنان حلمي بكر الفنان حلمي بكر زي ما قلنا توفى بعد عمر 86 عام كان ترك رصيد كبير من الالحان الموسيقية في مصر والوطن العربي وكان له بصمة رحمة الله عليه كانت الايام الفاتت سمعنا طبعا وكان الترند الاول في مصر وكان حديث الساحة الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي اللي هو ان الزوجة اختطفت الزوجة وكانت بتعذبه في بيتها في مدينة كفرساء ولكن لما قابلنا الزوجة نفت تماما وقالت ان الكلام عاري تماما عن الصحة وان الفنان كان جه معاها طبعا كانت بتخدمه في بيتها في المهندسين في البيت الخاص بيهم ولما لقيت انه طبعا كانت بتشيله لانه كانت محتاج تمريد فحصل عندها كسر في الدلوع فاضطرت على قسر المشكلة دي ان هي ترجعه تاني ترجع به وصل اهلها عشان يساعدوا معاها في الموضوع وبالتالي جابت له مرافق وبدأت تخدمه وكان الراجل مستريح واحنا شفنا الموضوع ده شفنا وجوده في غرفة خاصة كانت في منزل في قدينة كفر سقر وكانت الزوجة بتتعامل وجاي باله مرافق وفي دكتور خاص بيتعامل معاه وقالت انه تم تداول كلام يشني ويتهمني ان انا مؤثر في حق الفنان ولكن ده ما حصلش هو زوجي وابو بنتي وكنت بقدم له كل الخدمات ووفرت له طبيب ولكنه كان رافض انه يروح المستشفى ترجمة نانسي قنقر